قبيل ساعات قليلة من انتهاء المهلة الدستورية الخاصة بتسمية رئيس حكومة دديد للبلاد كلف الرئيس برهم صالح محافظ النجف السابق ورئيس كتلة النصر في البرلمان عدان الزرفية بتشكيل الحكومة الجديدة الزرف الذي تسلم كتاب تكليفه في قصر السلام الرئاسي بحضور عدد من أعضاء البرلمان كان قد تأجل تكليفه ليلة أمس الأثنين بسبب اعتراضات من قوى سياسية عدة الموضوع لحد الآن أنه ليعتبر اليوم الأول من التكليف وقد يكون هناك جملة من الخصائص التي يتمتع بها سيد المكلف وعدنان الزرفي قد تكون قادرة على أن يتجاوز عقبات التشكيل لا سيما أنه لديه دراية تماما بالكتل السياسي وتوافقاتها وغيرها من المواضيع وقد يكون هذا مؤشرا لنجاحه ومؤشرا أساسيا لأن يكتجاوز العقبات التي واجهت السيد محمد توفيق على الأول التكليف جاء بتوافق بين قوى سياسية شعية عدة فضلا عن قبول سياسي سني وكردي مع استمرار تحفظ فصائل مسلحة اعتبرت الزرفية محسوبا على المحور الأمريكي لامتلاكه الجنسية الأمريكية ومواقفه السابقة إزاء الفصائل المسلحة السيد الزرفي هو أتى بتوافق قد يكون هناك من لم يتوافق عليه هو داخل البيت الشيعي وهذا على عكس ما تم في عدم تمرير سيد محمد توفيق على الأول ثم قد يكون هناك توافق سني كردي قد يكون مساهما في تمريره حتى وإن لم يتوافق على البيت الشيعي التوافقات التي أفضت إلى تسمية الزرفي لرئاسة الحكومة تضمن حكومة السنة الوحدة التي تحضر الانتخابات المبكرة في البلاد كما جرى الاتفاق أيضا على أن يتم منحه حرية اختيار وزرائه خلال مدة 15 يوم اعتبارا من تاريخ التكليف في رأس الدوليمي قناة الفلوجة بغداد